فريدا تقوم بتنظيف فرشات الدهان الخاصة بها إنها الفنانة الجديدة المقيمة في معهد الروبوتات بجامعة كارنيجي ميلون لكن فريدا ليست فنانة إنها ذراع آلية مثبتة عليها فرشات رسم وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتعاون مع البشر في رسم الأعمال الفنية فريدا هو مشروع يستكشف تقاطع الإبداع البشري والذكاء الاصطناعي استطعنا النجاح في تطوير الذكاء الاصطناعي قادر على التعامل مع المعلومات لكننا ما نزال نحاول استكشاف طريقة التعامل الذكاء الاصطناعي مع الفنون فريدا التي سميت على اسم الفنانة المكسيكية فريدا كالو تعتبر الروبوت الأول لتطوير الفنون ويستخدم هذا الروبوت نمافج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع إنشاء نص أو صورة استجابة للأوامر المطلوبة وتستطيع فريدا تقييم أدائها أفناء الرسم واللوحات التي ترسمها وذلك من خلال التعلم الآلي الذي يتيح لها تطوير طريقتها في التعبير فريدا تفعل شيئا لا يفعله معظم الروبوتات إذ تستخدم نماذج السجاء الاصطناعي التي تم تطويرها للقيام بأشياء مثل التقاط الصور وفهم محتوى المشهد وتنفيذه من خلال التخطيط في مساحة دلالية أو مساحة للمعنى بدلا من مساحة النواتج لذا فإن فريدا تحاكر السمين وليس الطابعة الذكية بمجرد تحديد مفهوم اللوحة المطلوبة تبدأ فريدا على الفور برسم اللوحة تستخدم كاميرا للتقاط صورة للرسم تساعدها في تقييم تقدمها وإصلاح أخطائها إذا لزم الأمر ويؤكد المطورون أن فريدا تغضب إذا ارتكبت خطأا لتسارع بدمج بقعة اللون الخاطئة في النتيجة النهائية تماما مثل الفنانين البشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر